أهلاً 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 بيك وعملين إيه يا رب تكونوا بخير كل سنة وانتوا طيبين طبعاً دي آخر حلقة قبل أجازة العيد فنتمنى كده ليكم بإذن الله عيد أضحى مبارك لنا والمصر والكل الإنسانية يعني بصرف النظر مين فين بيعبد ربنا إزاي يا رب كل الأعياد تبقى جيدة على كل البشرية نهارده كان فيه حدث مهم جداً 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 أنا واحد من الناس اللي تهتم جداً بصراحة بالنوع ده من الأحداث من النوع ده من التطورات اللي بتحصل في مصر فخامة الرئيس النهارده افتتح عدد من مشروعات مصر الرقمية طيب طبعاً أظن حضراتكم يمكن تابعته الصبح المؤتمر اللي كان معمول في المنارة ومسألة مصر الرقمية مصر الرقمية دي خلي بالك أنا فاكر كنت في زيارة لإحدى الدول الشقيقة الإمارات العربية المتحدة الحقيقة وكنت مبسوط جداً كلام ده كان قبل الإخوانا على طول كنا في منتدى صحافة دبي بالتحديد وكان الناس الحقيقة مشكورين يعني وجهوا لي دعوة فسفرت وروحت وكنت مبسوط جداً هناك لاحظت مسألة الرقمانة واسعة النطاق اللي موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة فرحت وانبسطت وآخر جمال وكنت يعني فخور بأنه دولة عربية عندها المستوى ده من التعامل التكنولوجي بس برضو ما أنا في النهاية خالص برضو عندي كده إيه الغيرة الوطنية اللي هو إيه يعني يبقى الحاجات دي موجودة هنا هو عند الأشقاء ومش موجودة عندنا طب يا ترى هل ترى هيبقى موجودة عندنا إمتى وإزاي طب ما احنا برضو الحملة عندنا تقيل الدولة من حيث المساحة أكبر وبالتالي محتاجة بنية أساسية كبيرة جدا مكلفة جدا أعداد الاستخدامات أو أعداد المستخدمين عندنا بطبيعة الحال لأي خدمة من الخدمات الرقمية هتبقى بالتأكيد أضعاف مضعفة اللي موجودة إحنا 100 مليون بني آدم طب واكز